شوفوا من الجامعات التي تم تأسيسها في الأردن واللي خلتني أتمنى أرجع طالبة جامعية والله أبدا مش مجاملة لأن الدكتور معمون عكلوش موجود اليوم معنا هي الجامعة الأمريكية في مادبة لأنه عم نسمع عن experience مش بس أكاديمية وإنما أيضا لا منهجية مختلفة تماما عن كل ما يقدم اليوم بدنا نحكي بالتفصيل أكتر عن هذه الجامعة العريقة غير الربحية اللي ما شاء الله عملت مصدقية كبيرة وقاعدة جماهرية بين الطلاب بفترة زمنية قياسية اليوم مين معنا رهوفة؟ اليوم معنا the president of the American University of Madaba رئيس الجامعة الأمريكية في مادبة البروفيسور مأمون العكلوش هو بالأساس بروفيسور of strategic management and marketing أهلا وسهلا فيك دكتور وأستاذنا وشرفتنا بروفيسور مأمون أهلا وسهلا شكرا أهلا وسهلا يعني بدنا هيك نرجع للبدايات متى تأسست الجامعة الأمريكية وأين تقع الجامعة؟ هذا السؤال بديهي لكلنا منعرف إجابته بس يعني لابد من طرحه كأول سؤال في البداية بصبح عليكم الله يخليك وبصبح على الوطن الجميل وجلالة الملك نعم وبصبح عن نشامة اللي رفعوا روسنا الله عليك وبصبح عليكم على برنامجكم لطيف شكرا الجامعة الأمريكية في مادبة هي جامعة تأسست من قبل البدريكية اللاتينية في القدس نعم في عام 2005 هي جامعة غير ربحية ووضع حجر الأساس لها قداس البابا برينتكتس نعم للسادس عشر في عام 2009 وتشرفنا في عام 2011 بفتاحها من قبل جلالة الملك المعظم نعم في هذا الوقت فهاي كانت نبراس يضيء لنا الدرب لأننا نحن نعمل ليلة نهار كجامعة غير ربحية لتعزيز الوجود البطريكية اللاتينية في القدس وهي جزء من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية الموجودة فنحن نعمل ليلة نهار لتحقيق الرؤى الملكية السامية كجزء من مهمتنا في هذه الجامعة نعم نحن دائما يعني منشوف جهودكم ومنشوف التطور السريع اللي عم نسمع عنه سواء من ناحية التخصصات أعداد الطلاب الأردنيين والعرب والأجانب اللي عم تستقطبوهم أكيد ولكن السؤال اللي يمكن مرات الناس بدلها تسأله هل الجامعة الأمريكية في مادبة هي جامعة معتمدة الجامعة الأمريكية في مادبة بالبداية هي جامعة مرخصة من قبل وزارة تعليم العالم والبحث العلمي معتمد اعتماد عام وخاص من قبل هيئة اعتماد مؤسسات تعليم العالي وضمان جودتها وأيضا الجامعة الأمريكية في مادبة عضو اتحاد الجامعات العربية والجامعات العالمية ومسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية نيوهامشر الأمريكية كجامعة أمريكية وأيضا نعمل الآن رح تحدث عنه إن شاء الله بعد شوي على الحصول على اعتماد الأمريكي المؤسسي من أفضل هيئة اعتماد أمريكي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية نعم نحكي عن عدد كليات الجامعة كم تخصص لديكم لمرحلتين البكالوريس والماجستير نحن عمنا سبع كليات نعم فيها 19 برنامج على مستوى البكالوريوس وبرنامجين على مستوى الدراسات العلية الماجستير هلأ هذه الكليات عمنا خلينا سمعلكوا إياها واحدة واحدة كلية الأعمال فيها خمس تخصصات مميزة حلو كلية الهندسة تخصصين مميزات واحد منهم جديد نعم ومعدل التوظيف في التخصص الحالي لأنه الهندس الميكانيك هو 100% معدل التوظيف نعم كلية الأداب والاتصال اللغات والاتصال هي فيها تخصصين أيضا كلية العمارة وتصميم فيها ثلاث تخصصات وجزء من هذه التخصصات أيضا فيها Qi يعني كمان تخصصات فرعية وفقا لرقبة الطالب وفي أن كلية العلوم أيضا فيها ثلاثة تخصصات مميزة وكلية العلوم الصحية ثلاثة تخصص وكلية العلوم فيها تخصص إضافة لقسم العلوم الأساسية وعنا أيضا كلية تكنولوجيا المعلومات فيها ثلاثة تخصصات أيضا واللي الآن حتى شارفوا على اللي هو وقت القبول فيهم بسبب زيادة الطلب عليهم دلات فصل الثاني نعم ما أنا ذا كنا وندوش اتطرقت لموضوع التخصصات البكالوريوس تقدر تحكي لنا كمان دكتور عن تخصصات الدراسات العلية بالأي أم تخصصات درعنا تخصصين التخصص اللي هو إدارة المخاطر ريسك مانجمينت اللي هو الماجسير في إدارة المخاطر وتخصص اللي هو إدارة تحليل العمال هذه التخصصين تنفرد فيهم الجامعة الأمريكية في مادبة عن معظم الجامعات اللي هي الزميلة في هذا المضمار طبعا وإحنا كل تخصصاتنا سواء على مرحلتين البكالوريوس أو الماجسير تدرس باللغة الإنجليزية بالكامل كلها باللغة الإنجليزية نعم كل سؤال هذا هيك مش يعني خارج شوي نطاق الأسئلة التقليدية هل تعتقد يعني حسب خبرةك خاصة مع الجيل الجديد بأنه الطلاب صار في عندهم وعي أكبر في اختيار التخصص اللي هو غير مشبع في الأسواق المحلية أو الأسواق العالمية لأنه إحنا بنعرف صار في هلأ مصطلح الوظائف الراكدة صار في وعي أكثر فيه وممكن تساعدوهم في اختيار التخصصات بصراحة نعم نعم والدليل على ذلك نعم إحنا بالفصل الماضي اللي هو بداية العام الجامعي 23-24 أكثر من 56% من قبولاتنا ومن ذوي معدلات مرتفعة يعني فوق الثمانين دخلوا الجامعة وسجلوا قبل صدور قوام القبول الموحد اللي تصدر مزارة علماء البحث العلمي هذا يؤشر على أنه بدهم تخصات معينة وأيضا ما ننسى هنا البيئة الجامعية أيوة يعني عنا بيئة جامعية إحنا منفتحة بيئة جامعية فيها من التنوع فيها من خلنا نقول لفرندلنس يعني هي صديقة للطالب بشكل مباشر كم جنسية عندكم بالجامعة دكتور؟ لدينا عنا أكثر من 20 جنسية أكثر من 20 جنسية طبعا والإكسبوجر وكان أكثر قبل كورونا بصراحة بستعرف كورونا الآن طبعا لخبطت الأمور نعم بس هو دكتور يعني بالفعل أنت اللي عم تحكيه إحنا منسمعه من طلاب يعني أنا بنت خالتي خريجة الأي و أم بتقول أدي البيئة محفزة أدي كلهم أول إشي فيه تنوع ثقافي كبير فيه تنوع أكاديمي الهيئة التدرسية قريبة من الطلاب يعني ما بتشعر لك مجرد رقم في الأي و أم فهي شهادة مهمة جدا لجامعة دكتور ستي يعني إحنا يعني الحمد لله آخر إحصائيات وصلت من أسبوع الماضي إحنا معدل التوظيف عندنا 94.7 94 من الدقام والخريجين نعم وعندنا تصنيفات إليهم إنه إذا بتتوظف كم تأخذك فترة زمنية من شهر لثلاث شهور من ثلاث شهور لست شهور من ستة إلى تسعة الحمد لله في تخصصات 100% توظيف فيها آه ماشاء الله في منح دراسي للطلاب في منح دراسي إحنا عنا المنح نوعين بصراحة النوع الأول اللي هو بناء بسميه إحنا ميرت بيست يعني بناء معدلك في الثانوية العامة وفي عنا برضو خلينا نقول يعني منح جزئية إضافية إحنا نعطيها وهناك دور حقيقة إنساني كبير تقوم فيه اللي هي البطيركي اللاتيني في القدس من خلال الجامعة كأحد أذرعتها لرعاية الجانب الإنساني حفوا اللي هو للطلب المحتاجين يعني إذا طالب شاطر نعم هلأ إذا طالب معدل ثمانية وتسعين فما فوق بأخذ من حمية في المية ما بيدفع ولا إشي ولا إشي هذا أوتوماتيك بس بيأوراق ونعم ماشاء الله طيب دكتور في برامج دراسة في الخارج في سكن جامعي للطلاب إحنا عنا سكن الآن داخلي داخل حرام الجامعة للطالبات للطالبات نعم طبعا مجهز بالكامل من جميع النواحي ويشرف عليه الأمن الجامعي في الجامعة وكل سنة طبعا بفل الكامل لأنه في عنا طلبة اللي هم المغتربين طلبة من فلسطين طلبة من غزة إحنا بنرعاهم وبنعامهم كأبناءنا وهناك مشاريع لعمل اللي هو أيضا سكن للطلبة اللي هو الذكور وطلبة إنات نتوسع فيهم لأنه في عنا طلب السكن على سيرة غزة سمعنا أنه قمتوا بحملات لدعم أهالينا في غزة وأشقائنا في غزة منحب نعرف عنها من باب يعني إحنا منعرف كل أردنيين ما قصر ولكن إحنا محب دائما يعني أن نلقى الضوء على كل مساهمة مؤسسية لواحدة من أهم جامعاتنا في الأردن صحيح أول شيء نهتدي بجلالة الملك المعظم جلالة الملكة هم الدعم الأكبر ويجب أن نكون إحنا من ضمن الرؤية وأيضا البطريكي اللاتيني في القدس سيدنا الكاردينال نفسه على هذا الأساس إحنا عملنا نوعين من الدعم نعم عملنا الدعم مباشر بحيث أنه إحنا قمنا بعملية جمع تبرعات وتبرع مجلس الأمناء أيضا استجابة لطلب سيدنا الكاردينال بشكل مباشر نقدي نعم وأيضا بالجامعة إحنا قدمنا الدعم المطلوب لطلبتنا من أبناء غزة فمن لم يستطع الخروج من غزة إحنا فيه قرارات أكاديمية من خلال مجلس العمدة تم تأجيل الفصل الأول لهم بالكامل وترصيد الرسوم لهم بالكامل ونعمل الآن بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية من أجل أن يأتي الأردين يستكملوا دراساتهم الطلبة تغزة الموجودين حاليا هناك من قمنا من خلال بعض الصناديق الموجودة بالجامعة بتسديد جزء من الرسوم عنهم هناك من تخرج وأيضا خليناهم عندنا بالجامعة بالسكن ومشاكل ذلك طبعا مش حاب أحكي بالتفاصيل ولكن قمنا بإجراء الإجراء اللازم كجزء من موقفنا لأن الأردن إحنا جزء منه وبالتالي انقدمنا ما أمكن من الرعاية لهم هناك من تمكننا من تمديد إقاماتهم لحد ما الله يفرجها عليهم فهذا الدور إحنا نطلع فيه لأنه دور يساهم في الرؤى الملكية السامية في رؤية سيدنا الكاردينال والكنيسة أيضا وهناك دور نطلع به إحنا كأشخاص لأنه هناك جانب إنساني واجبنا الوطني والأخلاقي أن نقوم بذلك وسنستمر كل الاحترام يعني هون لما بيكون النفس مش تجاري وهون لما عم نحكي بأنه كل طالب بالجامعة الأمريكية فيما دبع عنده عيلة وعنده سنة سواء من حضرتك كرئيس وأيضا من أعضاء الهيئة التدريسية بنهاية دكتور مأمون ممكن نتحطنا بأجواء الطلبة الخريجين لما تعملوهم زي فحص الكفاءة العلمية بالمقارنة مع باقي الطلاب الخريجين كيف تقييمهم؟ هلا أنا بالنسبة لأهم مؤشرين كالتالي على المستوى الرسمي هيئة احتماد مؤسسات تعليم عالي وضبط جودتها بتعمل امتحان الكفاءة لما يتخرج الطالب نعم احنا يعني في بعض التخصات من المتقدمين جدا ولكن في كل التخصات احنا من أعلى الناس بنكون دائما الجانب الآخر معدل التوظيف نعم أنا عندي معدل التوظيف الآن حوالي 95% بأرقام موجودة وموثقة تمام لما تبعنا احنا اللي هو من خلال مكتب اللي هو الخريجين سألنا اللي بوظفه خريجينا طبعا اللي بوظفه ابدأ من المؤسسات الكبيرة جدا داخل وخارج أردن انتهاء بمؤسساتنا الوطنية كنا نسألهم ليش انت بتوظفوا من خريجينا ما كان يتحدثوا فقط عن جانب الأكاديمي والله يبدأ اعرفت كان يتحدثوا عن الشخصية الآتيتود الثقة بالنفس الثقة بالنفس اللي هي مهارات الاتصال طبعا يعني طبعا وانا مبسوط جدا انه هناك نسبة لا بأس فيها من طلبتنا يتم التحاقهم بالعمل اثناء الفصل الاخير اللي فيه تدريب هاي يعني قبل ما يتخرجوا حتى نعم بصير الضغطوا علينا بدنا المصدقات بدنا تشفي العلامات نعم هؤلاء طلبتنا يعني احنا بالجامعة حاولنا من بعض التخصصات نوظف عنا نسبة التوظيف كانت 100% ما لقينا طريرا نوظف ناس من غير تخرجينا ماشاء الله يعني الـ AUM graduate بيكون معروف جدا زي ما ذكر البروفيسور مأمون بانه الى جانب طبعا الاكاديمية الاحترافية ماشاء الله عليهم بجميع التخصصات ايضا فكرة الثقة بالنفس والكارزمة والحضور وحرية التعبير هذا يا جماعة بيخليك تقتحم الحياة ما تعيش بس كمراقب او في دور المراقب احنا بدنا نشكركم منحييكم كل الاحترام لكم ونتمنى لكم المزيد من النجاح والتوفيق شكرا لك بروفيسور شكرا جزيلا نورتنا اهلا و سهلا فيك اهلا دكتور مأمون شكرا شكرا